اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل البلوك على تطبيقك الخاص سنابشات ما عليك أن تقوم بفعلي لحل هذا المشكلية كفي فقط أن تضغط على التوطول الإعدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذنا إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل تضغط على تطبيقات نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة الخاصة ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل هنا للبحث عن تطبيق سنابشات وبعدها سوف تقوم بالضغط هنا على سنابشات ثم يأخذك إلى نافذة معلومات التطبيق تضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافق ثم نقوم بالنزول للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسأل تخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعلي هو أن تقوم بإطفاء وتشغيل الوي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم من لا تنسوا اشتراك والضغط على جسد الله